موسيقى لا تخف لا تخف فالكلمة الأخيرة للرب أهلا أحباء المشاهدين في هذه الحلقة رح أتكلم عن هذا الموضوع حديثي اليوم مش عن موضوع الخوف كخوف أنواع الخوف من ناحية نفسية أو روحية أو المخاوف طبعا اللي بنمر فيها مخاوف طبيعية لكن أنا بتكلم عن الخوف كحالة عم بتمر فيها الناس في هذه الأيام الوضعية محرجة نوعا ما الناس عايش في هم وفي قلق وكل يوم الأخبار مزعجة أكتر من اليوم اللي فات وعم نتغذى على الأخبار الصعبة والأخبار الغير مصرة مش اللي بتفرح وأخبار مزعجة كتير من حوالينا فاليوم أنا عاوز أشجع كل مشاهد أنه لا تخف الله حي الله موجود الكلمة الأخيرة للرب فهو ليس إله صامت وليس إله غايب عن مصرح التاريخ فهو حتى مكتوب عنه في الكلمة أن شعور رؤوسنا مرقمة محصى بيعرف دخولنا بيعرف خروجنا بيعرف ماضينا بيعرف قلوبنا بيعرف كل يعني بيعرف فكرنا بيعرف كل شيء عنا وهذا الشيء بيشجعنا والكتاب المقدس فيه مواعيد كثيرة ولسيما في هذا الموضوع موضوع لا تخف بتشوف عشرات لا بل مئات من الوعود الكتابية اللي بتتكلم عن أو بتشجعنا لا تخف لأنه الله موجود الله حي الله يتواصل الله يتفاعل الله بهم أمرك بهم أمرك والله بيهتم في احتياجات الناس فلكل شخص متمرمر أو شخص متذمر أو شخص يعني بتمر في ظروف صعبة وعندك تساؤلات وعم بتمر في حيري في كرب في ظروف صعبة هذه الحلقة إلك فأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا المشاهدين موضوع في هذه الحلقة لا تخف الكلمة الأخيرة للرب وهي كلمة بتشجعنا وكلمة بتعزينا وكلمة بتفرحنا كل اللي عم نسمعه حوالينا بصراحة شيء مزعج وكنا نظن أنه موضوع الكورونا مع كل التطعيم والفكسين واللقاح وكل يعني التحفظ والحذر والانتباه من كممات من نظافة من مسافات من بعد إلى آخره من الفحوص المستمر البي سي آر للصفر وإلى آخره كنا نظن أنه هذا الشيء بساعد ويمكن يريحنا ويطلعنا شوي ابتدينا نتنفس الصعداء وفجأة اليوم عم بيخبرونا في نوع فيروس جديد اللي هو طالع من نفس الفيروس بس معدي أكثر ويمكن يمكن مش متأكدين بالأخبار إذا ممكن يكون أخطر أو مش أخطر ولكن هذا الموضوع طبعا بهم الأطباء في هذا الموضوع فكتير من الناس كل برامجها اتعطلت صار فيه يعني حواجز صار فيه منع صار فيه حظر وكل ما طبعا في هاي أيام الشهر الميلادي الناس عاوزة تفرح أكتر وتنبسط مع قلتها عم نشوف قوانين وهاي القوانين كلها عم بتصعب الأمور واليوم يعني أنا كان عندي صفر بكرة لمصر وتفاجأت أنه في كندا عملي حظر أو منع الصفر لمصر وطبعا يعني عملت الحظر على عشر دول أفريقية منها مصر وطبعا الأمر غريب وعجيب جدا لأنه يمكن فيه ست حالات بالفيروس الجديد اللي اسمه أوميكرون وفي كندا بس ما سمعنا ولا حالة موجودة في مصر هو مين اللي لازم يعمل حظر على الصفر مصر ولا كندا وطبعا مصر يعني بلد حضاري بلد فيه الطب والمستشفيات وكل الإمكانيات الهائلة وبلد فعلا متحضر جدا وأنا كنت باشتياق أنه أروح لمصر مرتب خدمات والخدمات رح تكون على الفضائيات بث مباشر واليوم فجأة عملة حظر كندا واحدة من الدول مصر وطبعا هذا الأمر غريب وأنا عم بتواصل مع أصدقائي كتير منهم في حالة الغضب في حالة الحيرة مش فاهمين ليه ليه المنع السفر على مصر وإلى كل أمور مع أنه عم نتخذ كل الأمور المحتاطة والحقيقة يعني الله هو سيد الأحداث والكلمة الأخيرة للرب ومشيئة الله لازم اتم ولكن طبعا أنا بالنسبة إلي اتضايقت كتير لأنه عندي برامج كتيري كان وتصوير وكتير موضوعات اللي لازم أعملها من مصر ومصر بحبها لأنه بعتبرها زي بلدي ولكن أكيد إرادة الله أكبر وأصلح وأهم يمكن من الفكر بتاعي ولكن على أي شيء الناس ابتدأت تزداد في الحيرة والارتباك طب خبرونا يا جماعة الوباء هذا إلو حل ولا ما إلوش حل إلو علاج أو ما في علاج لهذا الوباء وكل الطلب مننا حافظنا عليه وقطعنا القوانين وعملنا كل اللي لازم يعمل ولكن كل يوم القوانين بتتغير زي ما تتغير اليوم القانون طبعا بالنسبة لموضوع مصر فالناس عم تزداد حيرة في هذه الأيام وبالحقيقة اللقاح والفكسين وهذا كل اللي منحكي عنه اليوم فيه بين مؤيد وبين معارض بين مشجع بين الرافض بين اللي بيعتبرها من ناحية دينية غلط وبين اللي ما بيعتبرها أنه هذا شيء مرضي يعني محتاج إلى علاج ومحتاج إلى اهتمام مثل ما بتوصينا الحكومي وهذا مش الموضوع اللي أنا عاوز أتكلم فيه بس الناس فعلا عم بتخاف عم بتخاف من المستقبل عم بتخاف من المجهول عم بتخاف من من سيأتي طب شو إذا اليوم عم بيعملوا فينا وهي دول متحضرة دول متقدمة جدا عم بتمارس طرق الخوف على رعاياها طب إيه اللي رح يصير مستقبلا وأكيد يعني هن فهمين أخبار يمكن أكتر منها بس أنا بصلي متل ما بيتكلم الكتاب أنه الله رح يحول كل الأمور للخير وكل الأمور لمنفعة الإنسان ولكن بالنسبة للمؤمن اللي هذا عاوز أركز إن المؤمن مش مفروض يعيش بحالة الظعر مش مفروض يعيش بحالة الخوف والأغرب في الموضوع إن بتشوف كتير من المسيحيين ويمكن من المسلمين كمان إنه عم بعانوا من حالات الخوف من هالمواضيع أكتر من غير المؤمنين اللي مش كتير مهتمين في المواضيع فلي بستغربوا إنه آه بقولك خليك حكيم هل الحكمة صارت فرصة للخوف يمكن في شعرة بين الحكمة وبين الخوف بس أنا عم بشوف كتير ناس باسم الحكمة مش عم بتتكلم عن المسيح باسم الحكمة والحذر بقولك يعني صاروا إن يعيشوا متوقعين في بيوتهم وصار عندهم الفتور الروحوا عم بيتباعدوا عن الإيمان والكنيس عم تشتكي إنه الناس اللي كانت تحضر الكنيس والاجتماعات عم بتتباعد وعم بتتراجع أنا ما بعرف كيف هذا الأمر بالنسبة كمان للمساجد إذا فيه تراجع برضو في الأعداد بس على أي حال العالم كله مخبوط أو كما قال رجل الله العظيم بيلي جراهم قال العالم يحترق وهي المشكلة والمأساة اللي عم نشوفه في هذه الأيام المرض بيتعالج بتهتم في وقاية بس في مشاكل أصعب واللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس فمثلا موضوع الضلال اليوم كتير فيه تعاليم باسم المسيح ولكنها تعاليم ضلال وكتير اليوم كل المفاهيم أصبحت مغلوطة فمثلا يعني مثل ما بيتكلم النبي إشعياء قديما في إشعياء لصحاح الخامس والآية عشرين إنه ويلن للقائلين عم بقولوا النهار ليل والليل نهار الظلمة نور والنور ظلمة الحلو مر والمر الحلو وعم بغيروا كل المقيس وكل المعايير بصراحة مرات كتير عم بتسأل هل العالم أصيب بالجنون عن جد جاوبوينوا على هذا السؤال بتحس إنه الناس عم بتقتنع في أمور كتير اللي هي ضد المنطق وضد العقل وضد الريزنين وعم تتقبل أمور اللي هي ضد أي منطق فعلا مثل ما بيسميها الكتاب العمى الروحي أو يعني الذهان والبصيرة اتعمت فبدل ما يشوف الحق ابتدى يشوف الضلال ويآمن فيه بدل ما يشوف النور ابتدى يشوف الظلمة بدل ما يأتي إلى الحق عم بيلتج إلى كل الوسائل وإلى كل الأسليم أوليس عجبا إنه أكتر شعب في هذا العالم متهد هم المسيحيون والأغرب إنه متهدين في الغرب وفي الشرق وفي آسيا وفي كل مكان واليوم إذا أنت بتعبر عن إيمانك أو قناعاتك الشخصية عندك إيمانك إيمان الكتابي معنا نحن نؤمن مثلا إنه الزواج مقدس نحن نؤمن مثلا إنه الزواج عهد نحن نؤمن إنه الزواج الإلهي والكتابي هو رجل واحد امرأة واحدة ليس نساء كثيرة ولا رجل برجل ولا امرأة بامرأة لآخره هذا مفهوم كتابي مع كل هذا منحب كل الناس وهي الناس كلية بغض النظر خطيئها الكتير أو الصغيرة وإحنا ما في حد أحسن من حد كلنا في الهوى السوى بالخطيئة ولكن الله بحبنا مخلوقين على صورة الله الأدبية الروحية الله بحبنا الله بيهتم فينا الله بيرعانا عينه علينا حتى بيهتم تستغرب بأدق التفاصيل لحياتنا مرات بتسأل طب ما أنا مش شايف هذا الموضوع هو الله عم بيعمل بيعمل بالخفاء حتى لو أنت مش شايف هل تعلمنا لغة الشكر هل تعلمنا حياة الشكر والقوة بالشكر هل تعلمنا حياة الصلاة أنه ناخد الأمور من خلال الصلاة ولكن المشكلة الكبرى الكتاب المقدس بيتكلم عن آخر الأيام واحدة من العلامات الكبيرة اللي هو الضلال يأتونا باسم المسيح وبكل أنواع الديانات والهرتقات والتعليم حتى من داخل المسيحية عم بينكروا الوحي عم بينكروا لهوت المسيح عم بينكروا الخلاص بالمسيح بدم المسيح عم بينكروا بينكروا كتير أشياء عم بينكروا الخلق الإلهي أو الطريقة الإلهية بحسب سفر التكوين عم بينكروا المعجزات عم بينكروا الميلاد العذراوي عم بينكروا قوة الله حضور الله وعم بيهتموا بكل الأشياء الثاني حتى يرضوا حتى يكون فيه ازدواجية حتى يكون مسايرة مساومة وحتى يكون كلنا بالهوى سوا كل واحد على دينه الله يعينه وكل الطرق بتودى لروما وكل الأديان بتوصل لالله لكن هل هذا حق؟ الكتاب المقدس علمنا ليس بأحد غيره الخلاص باسم يسوع فإذا بالنسبة لي الكتاب المقدس حسم وبيفتح البصيرة وبيعطيك المنطق والريزن والإيمان أنه يكون عندك الثقة أنه الله هو سيد الأحداث الله متصلت في ممالك الناس الله له الكلمة الأخيرة الله اللي إله السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر وإذا هذه الكلمات اسمعتها يمكن أثار التساؤل معين في داخلك شو رأيك تبعت إيميل أو تكتب يعني هيك ولو سطر على صفحتنا على الفيسبوك وبحب أسمع منك سأستكمل الموضوع بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أحباء المشاهدين لا تخف الكلمة الأخيرة للرب أهلاً وسهلاً أنتوا بتشاهدوا هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة اليوم الضلال عم بيكثر في كل مكان إنكار المسيح عم بيكون بشكل واضح والأغرب في الموضوع إنه المسيح تنبأ عن هذه الأيام المسيح خبرنا شو رح يصير في هذه الأيام بيتكلم عن ارتداد عن الإيمان فإذاً الله مش معني بالأرقام مع إنه الأرقام كتيري اللي بتيجي للمسيح يسوع بس هذه الأيام أيام صعبة كتير كتير على الكنيسة من ناحيتين هي عملة ذات الوجهان من ناحية عم نشوف كل أنواع الاتهاضات والتحديات ولكن من ناحية تانية الوجه الآخر من ذات العملة عم نشوف بركة عم نشوف انتعاش عم نشوف نهضة عم نشوف خلاص نفوس وعندما أقول خلاص نفوس أنا أتكلم عن كل الخلفيات وكل الجنسيات ودائما مثل ما بكرر إنه إخوتي وأخواتي المشاهدين في ثلاث علامات واضحة جدا عن آخر الأيام وهي العلامات ما تمت إلا في الوقت اللي إحنا عايشين فيه في هذا العصر في هاي الأيام بالضبط اللي إحنا عايشين فيها أولا بحسب نبوة دانيال ازدياد المعرفة وهل تتطفق معي إنه اليوم يعني كل إشي أنا عاوز أعرفه الست آلاف سن اللي مضت كله موجود كله موجود ازدياد المعرفة كل ساعة كل ست ساعات المعرفة بتزداد من كل يعني من كل أنواع المعرفة الروحية وكل أنواع الدراسات والعلمية إلى أخيري كل يوم عم تزداد المعرفة وصلوا للكواكب وصلوا لأعماق البحر وصلوا إلى مناطق وحللوا وعرفوا وفهمنا أكتر وهذا دليل على وجود الله إنه الإنسان عاقل وهو الوحيد اللي بيميزه عند الحرية وهو الوحيد اللي بيخترع وبيكتشف وبتزداد المعرفة في هذه الأيام المعرفة عم تزداد بشكل رهيب لدرجة أنه شيء بخوف إذا اليوم الوضع هيك طيب كمان سنتين ثلاثة رح نشوف سيارات بتطير بالهوى رح نشوف أمور ولا كنا نحلم فيها تعرفوا أنا لما ابتديت ابتديت برنامج نور لجميع الأمم كان أول برنامج مسيحي في اللغة العربية في العالم في سنة الأربعة وثمانين طبعا أنا ابتديت أنتج برامج في سنة اتنين وثمانين أربعة وثمانين رسميا نور لجميع الأمم وفعلا لما ابتدينا كنا بنستخدم شيء اسمه 2 إنش كستات كبيرة بدها رافع أتقال حتى يحملها اليوم شوف يعني أنت بتشفون في كل العالم ليه؟ المعرفة بتزداد بس أنا شخصيا ما كنت أحلم أنه رح يكون فيه إش اسمه سمارتفون والساتيلايت والفيسبوك والتويتر وكل هاي أنواع الوسائل التناقل الاجتماعي التواصل الاجتماعي بشكل رهيب غير المعرفة الطبية العلمية كل أنواع المعرفة شيء تاني مش بس المعرفة بتزداد الإثم لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين اليوم الشر والخطية يشربون الإثم كالماء وعلى فكرة انت شاز إذا أنت بتمشي على القوانين الطبيعية وإذا أنت بتمشي على الوصايا العشر وإذا أنت بتحب الرب وبتمثل بالرب مع أنه المسيح كل العلماء والحكماء والأنبياء شهده ليس له مثيل كامل مثال الكمال والجمال وفعلاً كامل بصفاته بكل ناحية من حياته بلا خطية ومع كل هذا الناس بتلتجئ للسحر والديانات والعرافة وكل أنواع الديانات والضلالات مش عاوز يسوع المسيح ليه؟ في نور إذا كشف الإنسان بيفضح الظلمة هذا قناعة الشخصية وهذا شيء كتابي بس الشيء الثالث اللي هو الأخبار الحلوة مكتوب أحبائي ويكرز بمشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى هذه ثلاث علامات ولا مرة تمت تاريخيا إلا بهالعشرين سنة اللي فاتت وكل يوم تتوضح أكتر فإذن هذه العلامات سواء ازدياد المعرفة ازدياد الإثم والخطية ازدياد الكرازي ثلاث علامات حدست في هذا العصر بتقولي طب في علامات كثيرة أيوة طبعا في علامات كثيرة والله يعني كل هذا نبوات كثيرة في الكتاب المقدس عن آخر الأيام وشو اللي بيثبت هاي النبوات كل النبوات اللي قيلت عن يسوع وكل النبوات اللي تكلم فيها يسوع والرسل تمت فإذن أكيد المجيء التاني رح يتم لأنه اندل على شيء بدل على صدق دعوة التلاميذ وعلى الوحي الكتابي وعلى الوحي الكتابي أنه صادق وكلمة الله أمينة لا تتغير ولن تتبدل هذه العلامات حدست في هذه الأيام طب شو عم منشوف في هذه الأيام عم منشوف ومنسمع بحروب وأخبار حروب شوف طلع أنا بحب أنصحك اقرأ إنجيل متى إصحاح 24 إصحاح 1 إنجيل لوقة إصحاح 21 وإنجيل مرقص إصحاح 13 لكن إذا بتحب أكتر تتعمق رسالة التسالونيكي وصف الرؤية وحسقيال كل هاي نبوات موجودة لكن اقرأ متى 24 حتى ولو يعني إصحاح 1 رح تشوف كأنك أنت عم تتطلع في الزمن وعلى الأمور اللي عم بتصير في أيامنا ولا مرة في أي تاريخ شفنا حروب وأخبار حروب مثل هذه السنوات الأخيرة ومع تقدم العالم العلمي ومع التقدم الهائل كمية السلاح النووي والهايدروجيني وكل أنواع الأسلحة يعني أكبر مصروف لكل الدول في هذه الأيام ليه؟ عايشين بالخوف متوقعين في شيء يصير حروب وأخبار حروب بس المسيح قالنا لا ترتعوا يعني لا تخافوا بعدها يتكلم تقوم أمة على أمة مملكة على مملكة على فكرة مش بس صارت أمة على أمة ومملكة على مملكة في نفس البلد الواحد تعالى الغرب في نفس البلد الأحزاب بتصارع كأنه حرب عالمية فعلا هذا يعني ما فيه إمبراطوريات تهزم من الخارج دايما هزمتها من الداخل اقرأ عن إمبراطورية بابل عن اليونان عن الرومان عن البزنطيين عن حتى إمبراطوريات الإسلام على مر العصو كلها كانت الهزيمة من الداخل الإمبراطورية العثمانية وحتى في العصر الحديث واليوم بيحكوا عن أمريكا وأوروبا إلى آخره والصين واليوم بتشوف الخراب من جوه لما الخراب من جوه معناته عن قريب كل شيء رح يدمر فعم تسمع ما فيه يوم بيمضى إلا ما بتسمع فيه مشاكل فيه عنف فيه أخبار حروب وبتسمع عن حروب وأخبار حروب في كل مكان وعن تصارع في نفس البلد الواحد يعني الناس مرتحة فيه بلدان كتير عم بيحاربوا الإرهاب بكل أنواعه بكل طرقه يعني الناس مش مرتاحة التكنولوجيا وكل هذا المتواجد بين إيدينا المفروض خلص يا عم خلينا نرتاح لكن برضه عم بتزيد الإنسان قلق ومش عم بترتاح من هذا الموضوع بعدين تسمع الكتاب يتكلم عن مجاعات يعني رغم كل التقدم تخيل قديش بيعملوا إعلانات عن الوباء تخيل أنه اللي بموتوا من المجاعات أكتر من اللي ماتوا من الوباء الحديث تصور تخيل لو كل الإمكانيات تحطت أنك تساعد هذه الناس المحتاجة والدول الفقيرة بس هو طبعا في خطايا الشعوب هيحكينا عنها مرة وفي دينوني على الشعوب يعني كل شعب الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض هي كلمة الله بتعلم فكل واحد ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا مجاعات في كل مكان بتستغرب أنه كمان الناس بتموت مش بس من الجوع الناس عم بتموت من كتر الأكل المرض اللي عم بيزداد في هذه الأيام من كتر الأكل صار تقريبا يضاهي مرض الجوع المجاعات يعني الأكل عم بيقتل والمجاع عم تقتل إلى آخره فعم تزداد الأمراض في هذه الأيام الأوبئة يعني مين كان يظن هذا الوبئ فكرنا قد عليه من خلال اللقاح التطعيم ولكن كل مرة عم بفرخ عم بيتجدد بطرق جديدة زلازل أكتر عصر شفنا فيه زلازل هي هذه الأيام بعدين الكتاب بعلمنا يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم يعني الناس رح تقتل المؤمنين باسم الرب وباسم الدين وعم تزداد هذه الأمور لأن الكنيسة أو شعب الرب خلينا أقول هو نور هو ملح هو صوت هو بوق هو حق في هذا المجتمع واللي ما بيحب الحق مش رح يهدى فبتلاقيه بينزعش فبصير يضايق ويصير يضطهد ويقتل أو يبغض يعني هاي السما اللي بتشوفها يعني جماعات المؤمنين مبغضين يعني كما قال يسوع أبغضوني بلا سبب أبغضوني رح يبغضوكم طبع عطينا هيك إشي بهالحيا نتمتع فيه تخيل وعدنا بالإضطهاد وعدنا بالضيق وعدنا بإنكار الزات وحمل الصليب بس فيه بركة فيه حضور إلهي فيه قوة إلهية العالم المحسوس الملموس المرئي المادة تمانين تسعين مئة سنة لا يقاس ولا يقارن بالأبدية مليارات السنين ومسكين الإنسان اللي بيكنز لنفسه وعم بيحضر كل حياته كأنه عايش في الأرض يقول الكتاب حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك فإذا عم نشوف مجاعات أو بقاء زلازل مبغضين من جميع الأمم ليه؟ لأجل اسمي بعدين بيتكلم عن الأنبياء الكذبة عن كثرة الإسم بيتكلم عن ضيقة عظيمة بعدين بيتكلم تظلم الشمس والنجوم على فكرة ما بتتابع الأخبار عم بتشوف كتير تساقطات من هذه حجارة إلى آخر يعني بيحكو لنا بعلم الفضاء أنه كتير من هذه الأمور عم تتزعزع في تساقط إلى آخر بس إحنا منعرف أنه أنه كل شيء وبه يقوم كل شيء يعني كل شيء ممسوكة أو متماسكة بكلمة الله إذا الله فك إديه كل العالم رح يتشوش لأن العالم كله بيصير بإحكام بنظام بتناغم بإنسجام يعني ماشي على الصانت الجاذبي إلى كل الأمور دوران الأرض دوران القمر إلى آخر كله يتشوش بشكل عجيب جدا ربي فيك إيده شوي كل هاي النجوم كلها رح تتزعزع قوات السماء تتزعزع يقول الكتاب المقدس لكن عاوز أقول أحبائي أنه ما تخفش لا تخف الله له الكلمة الأخيرة بغض النظر شو رح يسير في هذا العالم الله هو سيد كل الأحكام وهو متسلط في ممالك الناس اسمع ما يقول كتاب المقدس والناس يغش عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السموات تتزعزع يعني الناس يغش عليهم من خوف يعني من كتر الخوف الناس رح تفقد وعيها بتصفر يعني رح تفقد يعني كل شيء يعني ما خلاص عائلها رح يطير رح يروح ومتى ابتدأت هذه تكون لكن شو بالنسبة للمؤمنين فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب يعني بالنسبة للمؤمن لما بتشوف كلها الأحداث واللي عم بصير في الدنيا الخلاص قريب فإذن مش لازم نخاف ولا نتزعزع فإذن الله أعطانا الوعود الكتابين شوف عم بتصير أمور كتيرة في سفر الجام على صحر الخامس يقول الكتاب إن رأيت الإنسان إلى آخره بس لا ما تخاف لأنه في رب في الديان في القاضي اللي هو رئيس القضاء وهو ديان كل الأرض مش رح تخفى عليه لكبيري ولا صغيري هو اللي رح يجيب لك حقك خليني حكيها بتعبير تاني لو أنت شايف كل الدنيا مثل ما شافها مثل الرؤية اللي شافها حسقيال شاف وادي وادي مليان عظام عظام يابسة جافة جدا وبعدين الناس ابتدأت تقول هلك رجاؤنا يعني خلص ما عدش في أي شيء فبقول الرب أصعدكم من قبوركم وأضع روح في داخلكم حتى في الموت له مخارج فصدقني لو نعرف رصيدنا في الرب ونعيش حياة الإيمان العالم بتغير بس إذا الكنيسة والمؤمنين عم تعكس الخوف أمام العالم مين اللي بديكون مسؤول عن الناس نكون رسالة حية رسالة نور ورسالة شفاء ورسالة رجاء ورسالة حياة رسالة حرية رسالة شفاء مرض جسدي نفسي وروحي فالناس تحتاج إلى علاج الناس تحتاج إلى يسوع المسيح حتى حتى ودي العظام اليابسة الله بحولها إلى جيش عظيم اللي نشوف أكبر نهضة في تاريخ البشرية التم في هذه الأيام في اسم الرب يسوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة لا تخف الكلمة الأخيرة للرب أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة هذا الحلقة بث مباشر وأكيد رح تتعاد عدة مرات فبشجعكم أن تشوفوا هذه الحلقة وتشاركوها أيضاً مع الآخرين حب مزمور 23 لما النبي دقود قال إن سرت في واد ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي فإذن ظل الموت هو الظل يعني حتى لو بيظهر كأنه موت بس هو الظل الموت لا تخف الله معك الله معك حضوره معك الذي قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر فإذن الرب يعطينا إنه نتحرر من خوف المخاطر إنه الله معنا حتى بسير معنا إن سرت في واد ظل الموت لا أخاف لأنك أنت معي الرب ماشي معك حتى في هذا الوادي شيء آخر مكتوب في مزمور 34 طلبت إلى الرب فاستجاب لي لما صلى الرب استجاب لي ومن كل مخاوف أنقزني كم من الناس مش عارفة تخط قرار وعم تخطئ بالقرارات وحياتها محطمة بسبب الخوف فلما بتصلى الله بحررنا من هذا الخوف هذا الخوف المكتوب عنه أحبائي ومن كل مخاوف أنقزني كما قال رسول يحنى المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأنه من خوف لم يتكمل في المحبة لا خوف في المحبة الشخص المليان محبة عنده ثقة في الرب لأنه مليان محبة لا يوجد أي شيء في ثقة في علاقة في صلة في تواصل هذه العلاقة حميمية الله بحررنا من كل هذه المخاوف اللي هي مش بحسب فكر الكتاب المقدس بحسب الزهن أو أنه أصبح فكر شرير سيطر علينا واستعبدنا لهذا الخوف الخوف مما سيأتي الخوف من المجهول الخوف من المستقبل الخوف المادي الخوف من الموت الخوف من القبر الخوف ما بعد الموت إلى كل هذه الأمور لكن كل هذه الوعود الرب أكدها قال لا تخف لا تخف شيء آخر في مزمور سبعة وعشرين يقول يعني داود برضو برجع حتى مش خايف من الأعداء يقول يعني إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن بس ابتلأ المزمور في الآية الأولى سبعة وعشرين قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب فإذن لما الإنسان بيكون مليان بحضور الله فيش قوة في هذا الوجود تستطيع أن تهزم المؤمن بتعرفوا الرب يسوع قال في لوقة إصحاح 12 وأقرأ الآية من آية أربعة ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر بل أريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول لكم من هذا خافوا فلا تخافوا أنتم أفضل يعني عرف الناس خايفة بتخاف من الاضطهاد بتخاف من الموت وكتير من أحبائنا اللي بيتصلوا فينا يوميا غير مسيحيين المشكلة الرئيسية اللي بواجهوها الاضطهاد أو الخوف من الاضطهاد العيلي والبلد والمجتمع كله بيتطهد شخص لأنه آمن بالرب يسوع المسيح بيعتبروه خاين للدين والوطن ولكل هذه الأمور فإذن لا تخاف لا تخاف خاف من اللي عنده السلطان أنه يهلك الجسد والروح في جهنم في نفس الوقت قال يسوع لا تخاف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت لا تخشى الظلم ما تخفش الرب حي الرب موجود في سفر الشعياء واحدة من الموعود الجميلة في الشعية 41 آية 10 مكتوب لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك قد أيتك وأعنتك وعضتك بيمين بره إنه سيخزى ويخجل جميع المغتازين عليك يكون يكون كلا كلا شيء مخاصموك ويبيدون تفتش على منازعيك ولا تجدهم يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك فإذا لا تخف لأني أنا معك في الشعية 43 مكتوب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي إذا اشتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهيب لا يحرقك لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوش وسبع عوضك إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك لا تخف فإني معك يعني بكل من دعي باسمي ولمجد خلقته وجبلته وصنعته بكمل بقول أنتم شهود يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفه وتؤمن به وتفهم إني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعد لا يكون أنا الرب وليس غير مخلص فإذن هذا الرب اللي وعدنا أعطانا كل الإمكانيات نعيش بحضوره نختبر سلطانه وهو اللي بتمم الآيات والمعجزات في حياتنا لأنه بحبنا حبائي إذا عندك أي سؤال أو أي مداخلة بحب أسمع منك وركم الهاتف موجود أمامك مفتوح خليني أخد المكالمة الأولى أوكي في ظاهر في شيء غلط أوكي أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أهلا وسهلا أبو مهند تحية محبة أهلا وسهلا فيك حبيبي أهلا وسهلا فيك ربني بارك مداخلة بسيطة تقول الخوف الصحي في يوم خوفي أنا عليك أتكل صحيح أمور 56 3 إن الخوف هو أكثر الأمور العاطفية وقد يكون أكثرها منفعة فعند الخوف من الحريق يجعلنا نمسك الأشياء الحارة بحذر نخاف من المرتفعات فنبتعد عنها الخوف من الفشل يشجعنا على مصابة الجهود لكي ننجح ولكن أعظم ما ننتفع به من الخوف هو عندما يقود الرب لطرب المعونة عندما كان دعوذ محتجز عند الفلسطينيين صافة جدا وارتعب وبإحاء وبإحاء من روح القدس كتب هذا المزمور قائلا في في يوم في يوم خوفي أنا عليك أستكفر أيها العزيز هل تواجه تحديات في هذه الحياة هل قلبك من الهم هل وصلتك أخبار مشوشة هل مستقبلك غير واضح حمامة دع خوفك يخود إلى الرعب وسلم أمرا في سك بعنايته الفائقة سك به لأنه يحافظ على أحفظ وعوده سك وعلى أمانته فتستطيع أن تحول الخوف الهدام لخوف صحي خوف من موت ولا أذى للحياة يقدر أن يفصلنا عن حبنا إياه عندما ما يقصي الأدوة تجدبه أطلب الرب قر وعتارف بخوفك فيصبح موت الخوف أكي قر وعتارف بخوفك فيصبح موت الخوف أكي شكرا شكرا جزيلا أبو مهند حبيبي أهلين ربنا يباركك وربنا يعطيك الصحة أبو مهند ويبارك بيتك وأسرتك وبهاي الفترة الأعياد كل عام وانت بخير وحماية الرب عليك شكرا كتير على المداخل الحلوي خلينا أخد مكالمة من مصر من الأخت سامية أهلا وسهلا أخت سامية أنت معانا على الهوى أهلا بحضرتك يا جسيس نزار أهلا وسهلا بحضرتك تمام تمام نشكر رب نشكر رب حضرتك طيب وانت طيبة شكرا كتير الحقيقة أنا بجلبت على القناة في اللحظة دي وال أتخف فالحقيقة مش عارفة عايزة أقولك إن يمكن ربنا بيجوابني على حاجات جواية بيطماني أنا بعدي بظروف مرض وتعبانة وكده ويمكن جاعدة باخد ودي مع نفس إن دي اللحظة ووقت يجرب وبفكر في ولادي بفكر في حياتي لجيت إن البرنامج عنوانه لا تخف فحبت أتصل عليك وأطلب صلاة وأطلب معونا كده من ربنا إن يكون معايا وينزر لي وينزر لولادي وينزر لكل مريض على وش الأرض أمين أمين أخت سامية خلينا خليك معاي بحب إنه نصلي معك وبنفس الوقت بحب يعني أرفع طلبات الصلاة يعني فيه استجابات صلاة منشكر رب على استجابات الصلاة وفعلا على فكرة أحبائي عاوز أقول إنه عم نختبر استجابات الصلاة وواضح إنه إلهنا حي وبنفس الوقت فيه طلبات صلاة كتير يعني وفيه أمراض يعني صعبة جدا من اللي عم بيطلبوها منها يعني واحد من من الصلاوات أخت من ليبيا عابري عم بتواجه اضطهاد شديد عليها وعلى أخوها لأنه أجو للمسيح عم بتصلي إنه الله يفتح باب خارج ليديا كمان أحمد صلاة حماية لهم لكن اللحظت إنه أغلب الطلبات في كل أنواع الأمراض وأنا مش عاوز أذكر إنه الرب يسوع حي يا أخت سامية الرب يسوع إله الكلمة الأخيرة ومكتوب عن يسوع المسيح الرب شافينا هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا الذي بجلدته شفيتم ومكتوب عن يسوع وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء أنا بصلي أخت سامية اليوم إنه الرب يعطيك الصحة والشفاء إلك ولأسرتك ولكل العيلي سواء جسدي أو نفسي أو روحي وبصلي كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها الرب مكتوب عنه إله التعويض وهو اللي بيسترد كل مسلوب من حياتنا بصلي في اسم الرب يسوع إنه الله يعطيك التعويض ويعطيك بركة ومش صدفة إنك اتفتحت على الموضوع لأنه الموضوع لا تخف الكلمة الأخيرة للرب وانا عاوز كل اللي بشاهدون في هاي اللحظات إذا انت بتعاني من أي مرض جسدي أو حتى نفسي أنا يعني من فضلك إحنا راسك معي وصلي قل لي يا رب يسوع أنا جاي بتوب حقيقية أنا أعلن إيماني في شخصك خلصني يا رب ارحمني أنا بتوب أمامك وبصلي يا رب اليوم إنك تلمس جسدي لأنه أنت هو هو أمس واليوم إلى الأبد ما في مستحيل عليك حاضر في كل مكان وزمان بصلي في اسم الرب يسوع كل المرضى اللي بيشاهدونا إنه ينالوا الشفاء في اسم الرب يسوع المسيح كل أنواع المرض الجسدي والنفسي والروحي الرب يشفي من الكآبة ومن الحزن وبصلي تعويض مالي وتعويض في الأسرة وبصلي من أجل كل أسرة متضررة متألمة بسبب ابتعاد الأولاد عن الرب بصلي 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 أنه هاي السنة في هذا العيد يكون عيد مبارك أنه ولاد جديد رحي في حياة الأسر والعائلات والله يلمس كل شخص وكل طلب تستجاب في اسم الرب يسوع المسيح ونحن نثق ونؤمن أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي المخلص الوحيد الطريق الوحيد الشافي الوحيد أنت اللي بتحبنا وبتهتم فينا بصلي يا ربنك تزور كل أسرة تزور زيارة خاصة كل مريض كل محتاج كل متألم وهذا العيد يكون مميز على حياة كل إنسان على كل واحد منه فينا في اسم الرب يسوع المسيح آمين آمين ربنا يباركك يا أخت سامية وإن شاء الله بنسمع الأخبار الحلوة الأخبار الطيبة وربنا يكون معيك وكل سنة وانت طيبة ربنا يكون معي آمين خليني آخذ كمان كمان مكالمة من فلسطين آمين الأخت إناس أهلا وسهلا أخت إناس اتماعانا على الهوى إناس من فلسطين أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أنا من الأراضي المقدسة من بيت لحم أهلا وسهلا فيك أهلا أهلا فيك كسيس كسيس أنا طالبة صلاة لابنتي عندها عملية 13-12 ربنا يتمجد معها ويقومها بالسلام ممكن أسأل شو هي العملية أخت إناس عملية في فركبتها آمين في ركبتها للغضة الدقيقة آمين يا رب رح نصلي يا أخت إناس خليكي معي على الهوى أهم إشي أخت إناس أنت وبيتك تكونوا للرب والمسيح اللي ولد آمين المسيح اللي ولد في بيت لحم كمان يولد في قلوبنا وحياتنا آمين 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 يا رب آمين عم نصلي عم نصلي خلينا نصلي يا رب إحنا منيجي بتواضع بإيمان كما جاء قائد المئة وقال لست مستحقا أن تدخل تحت صقف ولكن قل كلمة نحن ننطق كلمة الإيمان في اسم الرب يسوع على بنتها لئي ناس في يا رب أنه هذه العملية أنك أنت تجري العملية وتعطيها الصحة وتعطيها الشفاء الكامل في اسم الرب يسوع المسيح وبصلي أنك تفرحها في احتفالات الميلاد في بيت لحم تفرح بشفاء بنتها في اسم الرب يسوع آمين 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 وطبعا مثل ما حكيت للأخت سامية من مصر والأخت ناس من بيت لحم أنه مش بس إحنا منصلي بحب أنه تعرفوا أنه في جيش من المصلين فابعت احتياجات طلبات الصلوات على الفيسبوك أو في أي وسيلة تواصل معنا وبأكد أنه في مصلين وجيش من المصلين اللي ما برتاحوا إلا تيشوفوا الرب عمل شيء في حياتك وأنا بشكر الرب من أجل الفريق الكبير اللي بيساعدنا في نور لجميع الأمم واللي بيتابعوا واللي بيصلوا واللي بيهتموا في كل هذه الاحتياجات واللي بعلموا كلمة الله واللي بيهتموا بالنفوس أن تكون في اجتماعات وكنيس في كل الدول في فريق كبير من المصلين فما تهتم ابعث باحتياجات الصلاة ونعاوز بهاي الفترة عاوز أقرأ آية ختمية وهاي الآية من سفر الرؤية إصحاح 14 والآية 6 و7 رؤية يحن اللهوتي إصحاح 14 من الآية 6 والآية 7 واسمعها كتير كتير منيح لربما رح نمر في ظروف صعبة لربما نمر في ضيقة بس أنا عاوزك تسمع وعد الرب ثم رأيته ملاكا آخر طائرا في وسط السماء لاحظ الكلام معه بشارة أبدية والبشارة دائما بشارة مفرحة معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض لاحظ الكلام كل أمة كل قبيلة ولسان وشعب يعني هذا بيلمس كل نوعيات البشر في كل مكان والكلمة والكلمة أثنس اللي هي حتى الجماعات اللي داخل الجماعات لكي يقول كل لسان قبيلة شعب أمة وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب هاي البشارة الأبدية عم بيبشرها قائلا بصوت عظيم هاي من الملاك جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه مشان هيك ما تضوع وقتك أحبائي هاي البشارة الأبدية هي إلك اليوم كل اللي بيسمعونا كل أمة ولسان وشعب وقبيلة هاي لمسنا كل شعوب الأرض هاي البشارة الأبدية ولا خاف الرب في خوف طبعا اللي هو غير صحي مثل ما سمعنا من أبو مهند ولكن هذا الخوف اللي هو احترام ووقار وخوف كمان خاف الرب هاي الأيام لما بتشوف كل هالعلامات عم بتسير خاف الله خاف يمكن رح تكون أيام أصعب بس المؤمن ارفع راسك لأنه في قوة داخلية في فرح في بهجة في داخلنا وهي القوة اللي احنا منعيش فيها لأنه الله محضرنا مكافآت أبدية وطبعا الحياة الأبدية أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة بصلي من كل قلبي إنك تقبل البشارة الأبدي وتخاف الله وإقبل طريق الله من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح وما تضوعش وقتك وما تجازف أو تغامر بنفسك وحياتك لا تقامر بأبديتك ممكن واحد يراهن ويقامر على كل شيء بس حضار إنك تراهن في أبديتك اليوم لما تسمع صوته أطلبه من كل قلبك قل له ارحمني وأنا بتوجك رب مخلص وملك على حياتي ربي كون معك اشتركوا في القناة